كم قصة وبداية قونا ونبع هدايا لكل نور ذكرة وآية وحكاية وآية وحكاية مرحبا بكم فضلة الشيخ في برنامج آية وحكاية ونحن نتأمل قول الله تبارك وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين هذه الآية يا شيخ مشاري آية غريبة عجيبة جدا جدا كيف شيخ؟ هذه الآية تختصر رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم تحار الألباب في استجلاء محسنه صلى الله عليه وسلم هذه الآية تختصرها وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين نحن تقدم لنا الكلام على قول ربنا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليهما عانيتم حريص عليكم بالمؤمن الرؤوف الرحيم تلك تتكلم عن رأفته بالمؤمنين هذا يقول فيها ربه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين المؤمنون عالم من جهنة عالمين ناس كافة وغير الناس الدواب الهوام الجن والإنس والحيوانات يا شيخ مشاري العالمين كل ما يمكن أن يسمى علما فرسول الله صلى الله عليه وسلم رحمة إليه ثم هو صلى الله عليه وسلم أيضا كيف يعبر عن هذا في الحديث الذي رأه الحاكم أنه صلى الله عليه وسلم قال إنما أنا رحمة مهداه أنا هدية من الرب سبحانه إلى هذه الخليقة رحمة أهداني الرب سبحانه وإلهه جاء إليه مرة فقال له يا رسول الله أدعو Allah على المشركين أدعو على المشركين فقال صلى الله عليه وسلم إنما بعثت رحمة ولم أبعث عنا حتى المشركين رحمة والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يفشو هذا الخلق في الناس للعالمين للعالمين ليس لي جنسين من العالمين تلك تكلمت عن جنس من العالمين هذه تتكلم عن العالمين يقول صلى الله عليه وسلم في حديث المشهور الراحمون يرحمهم الرحمن يرحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء لا يرحم الله من لا يرحم الناس أَوَ أَمْلِكُ لَكَ أَنْ نَزَعَ اللَّهُ الْرَحْمَةَ مِنْ قَلْبِكَ فرحمته صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم تعدت على يعني شملت الكبير والصغير والذكر والأنثى والبشر وغيره رحمته بأصحابه مشهورة يعودوا مرضاهم صلى الله عليه وسلم يتفقدوا أحوالهم يسألوا عنهم يضحكهم يمازحهم يتحملوا منهم ما لا يتحمل يا شيخ بشأن ما لا يتحمل خلق عظيم علي رضي الله عنه يريد أن يتزوج فاطمة رضي الله عنهم إجمعين ما عنده مال فجمع بعيرين هما استعينوا بهما على الوليمة بشق أنفس حصل على البعيرين ثم جاء يوم ربطهما عقلهما قريبا من بيت كان فيه حمزة رضي الله عنه مع بعض أصحابه في الوقت الذي لم يكون بعده حرمت فيه الخمر فحمزة ومن كانوا معهم يشربون وجاريتان تنشدانهم أشعارا هناك قد سكر حمزة فخرج أي البعيرين فعرقبهما وجب سناميهما وأخذهما يأكلهما مع أصحابه جاء علي رضي الله عنه يرى الوليمة مشات وما عنده وقت أحسب القهر علي رضي الله فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو حمزة فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخل حمزة فجعل يكلمه حمزة سكران فجعل ينظر في النبي صلى الله عليه وسلم وقال له هل أنتم إلا أعبد لأبناء كنتم عبيدا لأبائي فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يتكلم رجع القهقرة القهقرة يخشى أن يبدر من حمزة شيء ولم يكلمه هذا كلام يقابل به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو من من غلب على عقله طبعا احنا قلنا كان في ذلك الوقت لم تحرم الخمر بعد يقول أحدها هو هذه آشه وكيف لا يغضبه هو أصلا لمثي هذا الكلام هل أنتم إلا أعبد لأبائي وأباؤك أباؤه جاء يقول بشر بن عقربة جاء النبي صلى الله عليه وسلم فرأني أبكي كان أبوه استشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأاه يبكي المدينة يا شيخ مشاري فيها بشر بن عقربة فقط من الأطفال ما فيها أطفال وما فيها أطفال قتلوا آباؤهم ولكن النبي صلى الله عليه وسلم فرأى بشر بن عقربة يبكي وعارف علة بكائه وأنه فقد أباه فقال له أسكت لا أسكت لا أسكت ألا يسرك أن أكون أنا أباك وعائشة أمك يا شيخ مشاري النبي صلى الله عليه وسلم شيء عجيب في هذا الباب أبو عمير أخوه أنسي بن مالك أخوه الصغير الذي كان له فرخ النغر مات فرخه النبي صلى الله عليه وسلم كان من عادتي أنه يدخل يعني يلاطف هذا أبا عمير فلما مات فرخه الصغير الغلام في جوة النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى حزنه يدخل معه في فلسفة الحزن من رحمته صلى الله عليه وسلم يمسحها يا أبا عمير ما فعل النغير هذا كان أتصور الآن أبو عمير يجيب النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله مات النغير وحزين هو النبي صلى الله عليه وسلم يكلمه لو أن أحده يقول ما عليك لشير لك عشر نغار فلا تبكي لا هو يدخل معه يشاركه حزنه والنبي صلى الله عليه وسلم يعني ما عنده ما يشغله ليفرغا لفرخين لغلام صغير هذه شؤون النبي صلى الله عليه وسلم عجب هذه مع البشر عجب يقول أنا سوهن مالك رضي الله عنه في الحديث لرواه مسلم ما شميمت عنبرا قط ولا مسكا ولا شيئا قط أطيبا من ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا مسست ديباجا ولا حريرا ولا شيئا قط أليانا من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم خدمته عشر سنين وإني أتمنى أن ألقاه يوم القيامة فأقول له يا رسول الله خويد مكالس فيقول خدمته عشر سنين هنا انتهت رواية الصحية في مسندي الإمام الحمد زيادة أنس يحدث بهذا الحديث صاحبا له من تابعي معروف كان يحبه جدا اسمه ثابت البناني هذا الثابت البناني قال لأنس نضي الله عنه قال له يا أبا حمزة كأنك الآن تنظر إلى رسول الله يعني لما تحدثنا الآن بهذا الكلام كأن النبي صلى الله عليه وسلم يترى أهلك كأنك تنظر الآن إلى رسول الله كأنك تسمع إلى نغمته قال نعم الله وإني لا أرجو أن ألقاو فأقول له كذا خدمته عشر سنين ما قال لي شيء قط فعلت وليما وكذا عشر سنين غلام بل أحيانا أنس كان يحلف على النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يمتثل أمره اضخيه له يقول أنس مرة بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم لي شيء فقلت له والله لا أذهب تخيل هذا يحلف على النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يمتثل يقول أناس غلام النبي صلى الله عليه وسلم يفهم هذا غلام فقل أذهب فلما ذهب في الطريق وجد صيبيه يلعبون فوقف يتفرج فيهم ونسي الحاجة التي للنبي قال فأحسست بيد تمسكني من خلفي فالتفت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أذهبت يا أونيس بتصغير تصغير تحبيب يا أونيس وهو يحلف أنك أنه لا يصنع يا أونيس ذهبت يا أونيس عالم البهائم يا شهب شاري رابوا أبو داود وغيره أنهم كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فذهب النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته فوجد بعض الصحابة عشا لفرخ هذا الفرخ يعني العش فيه فرخان صغيرة وأمهما غير موجودة معهما الظنوا أنها ذهبت تكسبوا لهما الصحابة أخذوا العش جاءت الفرخة هذه فرأت صغيريها بين يدي بني آدم فجعلت تفرش التفريش أن تضرب بجناحيها ضربا بحيث لا تطير ولكن لا تدنو لا تطير لأنها لا تطاوعها نفسها أن تطير وتترك صغيريها وفي نفس الوقت لا تنزيل لأنها تقعها أيضا في قبضة أولئك فجعلت تفرش جاء النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو المنظر الذي رأاه أن الصغيرين في كف رجل من الصحابة والفرخة تفرش بجناحيها هكذا ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن كانت طائرة أم أخذ ابناها فهي مفجوعة من فجع هذه بولدها ردوا إليها ولدها الله رحمة للعالمين هو صلى الله عليه وسلم ها واحد عالم الطير هو صلى الله عليه وسلم رحمه لدخل مرة بستان فتى من الأنصار فجاءه بعير يا شيخ البعير تدمع عينها بعير الذي يضرب به المثل في غلظ الكبد تدمع عينها فجعل رسول الله يحك ذفره ذفره ومؤخرة العنق يحكها النبي صلى الله عليه وسلم حتى سكن الجمل سكن ثم ندى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لمن هذا الجمل فجاء فتى من الأنصار فقال لي يا رسول الله فقال له صلى الله عليه وسلم لا تتق الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها الله فإنه شكى إلي أنك تجيعه وتدئبه تجيعه وتدئبه تجعله يعمل عملا دائبا من غير إطعم بعير والبعير يشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمة العالمين وهذا البعير من جملة العالمين الذين رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمة لهم نحن نعلم نحن هذه الأمة تعلم حقوق الإنسان حقوق الحيوان نحن نعلم نحن لكن لكن هذه الأمة تحتاج من يثور عجائب هذا الدين اللي يعرف به الناس في الخافقين واحد ناس استيقظوا في القرن 19 لينشئوا منظمة حقوق الإنسان حقوق الحيوان الرفق بالحيوان والحقوق جعلها شيئا قانونيا نحن نجعلها شيئا دينيا نؤجر عليه دينيا في كل كابدين رطبات أجر يسأل صحابي النبي صلى الله عليه وسلم عن البعير الضال ليس من إبلي أنا أسقي لإبلي في الحوض فيالد علي البعير الضال ألي أجر إذا سقيته يقول نعم في كل كابدين رطبات أجر في كل كابدين حية تصنع إلي خيرا فلك أجر وهذا شيء ممكن ليست مثالية وهذا جمال وهذا الدين نحن لسنا نعيش في المدينة المثالية لأفلاطون نعم هذه المدينة المثالية لم يراها أفلاطون ولم يراها أحد ممن درس لأفلاطون لكن عاشها الناس في بيوت الطين في أبواب الخشب في كمال الدين يعني في هذه البيوت الابتدائية لكن عاشه رحمة العالم يا شيخ مشاري هل تتصور أنت أنك في أوضاع هي أبعد ما يتصور عني الرحمة ويطلب منك فيها الرحمة يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث المعروف أليس مسلم إذا قتلتم فأحسن القتلى وإذا ذبحتم فأحسن الذبح وليحد أحدكم شفرته فليرح ذبيحته ما لا تعذب ذبيحها أنت ستذبحها لا اذبحها ولكن وأنت ترحمها مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجلين قد وضع يده على رجلي قد وضع رجله على على صفحة عنقشة سيذبحها وهو يحد سكينه وهي تلحظ إليه ببصارها فقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا فلا قبل هذا أتريد أن تميتها موتات تقتلها قتلات تصور الآن ستذبحها إياه ولكن الرحمة لا ينبغي أن تخلو منها لهذه ولو عند ذبحها لا تحد سكينك وهي تنظر نعم قبل هذا ثم بعدك إذا أرجعتها فتذبحها وأحسن ذبحها لألا تعذبها لذا منعت أقوام من عذاب الله ونجت بفضل يعني رحمته صلى الله عليه وسلم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما شكرا لك ونقزته قبلة قلبي كعبة ربي يممت لها شوق حياتي بين صلاتي وتحياتي هي في عيني هي في ذاتي قبلة قلبي كعبة ربي يممت لها شوق حياتي بين صلاتي وتحياتي هي في عيني هي في ذاتي